اشتركوا في القناة في مبادرة لافتة يعني طلبان النهاردة من الرئاسة بيوصي المواطنين او رجال الاعمال او الشخصيات العامة او المؤسسات ان هي ما تبدرشي الى اعلانات العزاء في الصحف مدفوعة الاجر وتوفير ده يعني هذه الاجواء من العزاء في الصحف وتوجيه الاموال ان ارادوا للتبرع لاعمال خيرية او لسندوق تحية مصر طبعا الرئيس اراد خلال الفترة الفاتت كلها الحقيقة منذ اصابة والدته بالمرض ودخولها في ازمة صحية اراد ان يبقى الامر في طي الكتمان العائلي الاسري يعني لا يريد للامر ان يتحول الى حدث عام خاصة انه شأن اسري بحت واذا كان هو يعتبر نفسه مواطن مصري شاء قدره ان يتولى قيادة هذه البلاد فلا يريد لأسرته الا ان تعمل كمواطنين ايضا شأنهم شأن بقية المواطنين فيعني كان فيه توجيه مهم عشان الناس ما تتنفسي على اعلانات العزبة اللي بتشوفوها في الصحف وده عمل ربع لا ده عمل نص اللي عمل نص احسن من اللي عمل ربع فالرجل الافل ده كله وقال يعني وجهه ده للعمل الخيري ربما بعض الصحف تبادر يعني هي بذاتها الى لنشر بعض العزاءات المجانية في هذا السياق او انه على شبكة الانترنت شايف انا مواطنين كتير جدا بيتقدموا بالعزاء للرئيس سواء في التعليقات على المواقع الالكترونية المصرية او على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرهم ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم وان كان الرئيس يريد ان يمضي الامر في شكله الاسري والعائلي فنحن نحترم ايضا هذا التوجه توجه حميد خالص العزاء له وللأسرة ويعني لكل العائلة ونسأل الله ان يلهمهم الصبر والسلوان وان يسكنها فسيحة جناته ان شاء الله وان يغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر هي وسائر موت المسلمين